في الوقت اللي بندعو فيه لمحاربة الفساد والقضاء على الروتين في أجهزة الدولة وعدم التهاون في حقوق الدولة لسه فيه موظفين في وحدات محلية تحديدا في سهاج تقعسوا عن تحصيل الرسوم على أملاك الدولة من سنة 1992 وحتى الآن الأمر تسبب في إهدار 9.5 مليون جنيه متأخرات واجب سددها لصالح المحافظة دكتور أيمن عبد المنعم محافظة سهاج حال عدد من الموظفين للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام وتم التنسيق مع الجهات الرقابية لتشكيل لجنة لفحص وحصر المتأخرات المستحقة